وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُهُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدٌ هُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْخُؤَادُ مَا رَأَا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْنَةً أُخْرَى عند سدرة المنتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآى من آيات ربه القبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَأَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا كِسْمَةٌ طِيْزًا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِطْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا ذَلِكَ مَبْنَغٌ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا مُطَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساهم بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تسكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أسرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأغفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لنا من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اشتركوا في القناة